ونبقى في ذات السياق حيث شهدت أروقة مجلس النواب اليوم اجتماعات عدة أفضت إلى إقرار الإجانة النيابية عددا من القوانين من أبرزها قانون الوثائق الوطنية الذي غلظ العقوبات بالحبس لمدد متفاوتة وغرامات بألاف الدنانير بحق كل من أتلف أي من الوثائق العامة أو الخاصة أيضا أو سرقها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سريتها إلى التفاصيل حزبة تشريعية دابت اللجان النيابية على مناقشتها أبرزها القانون المقر من قبل لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية والمعنون بمشروع قانون الوثيقة الوطنية والهدف إلى الحفاظ على الوثائق التي تتناول تاريخ الأردن حيث يهدف المشروع لتنظيم الوثائق الوطنية وجمعها وتوضيح آلية الحصول عليها وإلزام الأشخاص الذين يحوزون هذه الوثائق بإطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها ولمنع تسرب أي وثيقة وطنية من المملكة أشارت نصص القانون إلى تغليض العقوبة على كل من يتلف أي من الوثائق العامة أو الخاصة أو يسرقها ويزورها أو يهربها ويبيعها أو لم يحافظ على سريتها بالحبس لمدد تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامات بين ثلاثة ألاف إلى عشرة ألاف دينار بدورها أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون حماية المستهلك كما عملت لجنة الخدمات العامة النيابية على مناقشة عدد من مواد مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني في حين ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عدد من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية هي حزمة من القوانين والتشريعات بين يدي لجان المجلس بانتظار التصويت عليها وإقرارها ويرى مراقبون أنها ستكون مؤشرا على دور المجلس في تحسين دوره التشريعي والرقابي